في الأيام اللي فاتت عملنا مقارنات كتير بين أجهزة الرسيفر وبعضها ولكن احنا ما عملناش مقارنة بين جهازين في الفئة الاقتصادية وبالتالي كان لازم نعمل مقارنة بين ملوك الفئة الاقتصادية في أجهزة الرسيفر سواء من ناحية السعر أو من ناحية السيرفرات المدعومة عليهم وعشان كده احنا النهاردة جايبين معنا جهازين هنعمل بينهم مقارنة وهم السيناتور بلتانيام ورسيفر النوفا اي ماك وفعلا الجهازين دول هم ملوك الفئة الاقتصادية في الفترة دي سواء من ناحية السعر او من ناحية السيرفرات هعرفك الفروق بينهم وهقولك برضو انت ممكن تشتري مين فيهم لكن يا ريت بقى ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو ولو بتشوفني الاول مرة فانا اخوك احمد واهلا بك في القناة يا صاحبي واتمنى برضو انك ما تنساش انك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي ومن غير كلام كتير بقى يا صاحبي يلا بينا بقى مع بعض نبدأ المقارنة السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب دايما الكل يكون بخير النهاردة زي ما انا وطلق في المقدمة ان احنا هنعمل مقارنة بين السيناتور بلا تانيام والنوفا اي ماك لكن برضو احب افكرك ان انا عملت مراجعة لكل ريسيفر منهم على حدة سواء السيناتور بلا تانيام او ريسيفر النوفا اي ماك هسيبلك المراجعات دي تحت في الوصف بحيث انك لو ناوي تشتري واحد منهم تقدر تشوف المراجعة وتعرف مواصفاته وامكانياته قبل ما تشتري ولو هنبدأ بقى يا صاحبي مع بعض بالفرق في التصميم الخارجي لكل ريسيفر منهم فهنلاقي ان الجهازين مختلفين في التصميم الخارجي ريسيفر سيناتور بلا تانيام جسمه مصنوع من البلاستيك ولونه اسود ريسيفر نوفا اي ماك جسمه مصنوع من البلاستيك ولكن لونه ابيض ولكن هم مشتركين في بعض مواصفات التصميم زي الشاشة الرقمية الموجودة في كل واحد فيهم لعرض رقم القناة وكمان زرار التحكم الموجودة في كل واحد فيهم للتحكم في بعض وظائف الريسيفر ولكن عمتا التصميم الخارجي لكل ريسيفر منهم شكله جميل وانيك ولو هنتكلم عن الفرق في المداخل ومخارج في كل ريسيفر فيهم فهنلاقي ان السيناتور بلا تانيام او نوفا اي ماك برو مشتركين في كل مداخل ومخارج الوصلات وبالاخص انهم جايين بعدد واحد تيونر قوي وحساس للترددات الضعيفة وشغال بتقنية الدي في بي اس تو اكس الدعم لخاصية المالتي ستريم ده غير انهم جايين بعدد واحد فتحة اي ار اي اكس لتوصيل العدسة الرقمية الخارجية وجايين برضه بعدد اثنين فتحة يو اس بي من النوع جين تو وجايين برضه يا صاحبي بعدد واحد مدخل وصلت RS232 لعمل السوفتوير للريسيفر باستخدام الكمبيوتر وجايين برضه بعدد واحد مخرج HDMI دعم للدقة 1080p او ال Full HD ده غير برضه انهم جايين بعدد واحد مخرج صوت وصورة AV وجايين برضه بعدد واحد فتحة اي سر نت لتوصيل الانترنت من الروتر للريسيفر باستخدام كابل اللان او كابل الانترنت ده غير برضه يا صاحبي انهم ادعمين للواي فاي من خلال انتنة بتيجي منفاصلة بتركب من خلال فتحة الـ USB الموجودة في كل جهاز فيهم ده غير برضه يا صاحبي انهم ادعمين لي خاصية الـ DLNA وخاصية الـ E-Cast لعرض شاشة الفون على شاشة التلفزيون من خلال الريسيفر يعني كده من الاخر يعتبر مفيش اي فروق في مداخل ومخارج الوصلات في الريسيفرين سواء السنتر بلاتينيام او النوفا اي ماك طيب بقى لو هنتكلم عن الفرق في مواصفات وامكانيات كل رسيفر منهم فهنلاقي ان الجهازين جايين بمعالج الجي اكس يعني نفس المعالج موجود في كل رسيفر منهم والمعالج اللي جاي هو معالج الجي اكس 6621 وجايين برضه بنفس حجم الرمات 2 جيجا بايت من النوع DDR4 وجايين برضه بنفس حجم الزاكرة الداخلية 16 ميجا بايت واللي بتقدر تخزن عليها لحد 8000 قناة او محطة ازعية ده غير برضه يا صاحبي ان الجهازين دعمين للدقة الفول اتش دي مع دعم للصوت الدول بديجيتال ولكن لا يدعموا دقة الفور كي ده غير انهم دعمين لنظام جلب الشفارات التلقائي نظام الاوتو رولنج زي شفارات الباور فيو والبي اي اس اس ده غير برضه انهم بيقبلوا تحديث السوفتوير اونلاين ده غير برضه انهم بيدعموا نظام البس الحديث بالاكواد الحديثة الاتش 265 ده غير برضه يا صاحبي ان كل جهاز منهم جاي معا اتنين ريموت واحد عادي والتاني بولوتوس والاتنين بيدعموا تشغيل الهارد ديسك من خلال فتحة اليو اس بي وكمان بيدعموا تقنية البي في ار او التسجيل الرقمي من خلال قناة واحدة فقط ده غير برضه ان الجهازين بيدعموا جميع انواع البيزيك سويتش وبيدعموا تطبيقات كتيرة واهمهم تطبيق اليوتيوب ده غير برضه انهم بيدعموا الترجمة الفورية باللغة العربية يعني برضه في جزئية المواصفات والامكانيات مفيش اي فروق نهائيا لكن بقى صاحبي الفرقة هيظهر لك في السيرفرات المدعومة على كل واحد منهم سواء سيرفرات الشيرنج او سيرفرات الاي بي تي في معروف ان الجهازين الموجودين معانا النهاردة هم عمالقة من عمالقة سيرفر الفور ايفر والكل عارف ان سيرفر الفور ايفر ده سيرفر شيرنج ويعتبر سيرفر الفور ايفر هو اكوى سيرفر لفتح القنوات على مستوى العالم وبالتالي هنتكلم دلوقتي عالسيرفرات المدعومة في السيناتور بي لاتينيام سواء شيرنج او اي بي تي في وبعدها هنتكلم على السيرفرات المدعومة في رسيفر نوفا اي ماك سواء برضه الشيرنج او الاي بي تي في ولو هنبدأ بقى مع بعض بالسيرفرات اللي جاية على رسيفر سيناتور بلا تانيام فالرسيفر جاي عليه سيرفر الفور ايفر ومدته 15 شهر وجاي عليه سيرفر شيرينج تاني اسمه مي شيرينج مدته 24 شهر وبالنسبة لسيرفرات الاي بي تي في بقى اللي موجودة برضه على السيناتور بلا تانيام فهنلاقيه جاي عليه سيرفر قبله اي بي تي في ومدته شهر واحد فقط وجاي عليه سيرفر الفا اي بي تي في ومدته 30 شهر و جاي عليه سيرفر مي أي بي تي في ومدته 12 شهر ده غربه يا صاحبي القنوات الصوتية باللغة العربية واللي عددهم بيوصل لخمس قنوات صوتية لابعين لسيرفر ألفا أي بي تي في ومدته مفتوحة طيب لو هنتكلم على سيرفرات المدعومة فيرسيفر نوفا اي ماك فارسيفر نوفا اي ماك جاي علي سيرفر الفور ايفر ومدته 15 شهر ولكن سيرفر الفور ايفر فقط للشيرنج ومش جاي عليها أي سيرفرات شيرنج أخرى زي اللي موجودة في رسيفر سيناتور بلا تانية ده كده كان بالنسبة لسيرفرات الشيرنج على النوفا اي ماك لو هنتكلم بقى على سيرفرات الاي بي تي في فالرسيفر جاي عليه اكتر من سيرفر اي بي تي في اولهم سيرفر ابولو اي بي تي في ومدته ست شهور وجاي عليه برضو سيرفر نوفا ماكس اي بي تي في ومدته 12 شهر وسيرفر اروما اي بي تي في ومدته 12 شهر وسيرفر اكس اي بي تي في ومدته 12 شهر ده غير برضو لصاحبي القنوات الصوتية اللي باللغة العربية اللي عددهم 3 ومنهم 2 فقط اللي مدتهم مفتوحة طيب هنا بقى الفرق هيكون فين بين الجهازين سواء السنتر بلاتينيام او النوفا اي ماك الفرق هنا طبيعي هيكون في السيرفرات زي ما انتم شفتوا اول حاجة رسيفر سنتر بلاتينيام في سيرفر شيرينج زيادة مدته 24 شهر مش موجود زيه في النوفا اي ماك والسيرفر اسمه مي شيرينج مدد سيرفرات الاي بي تي في على رسيفر سنتر بلاتينيام اكتر من مدد السيرفرات الموجودة على رسيفر نوفا اي ماك برضو عدد القنوات الصوتية اللي مفتوحة المدة واللي بيوصل عددها الخمس قنوات صوتية على سنتر بلاتينيام بيقابلها 3 قنوات فقط على النوفا اي ماك منهم 2 بس هما اللي مفتوحين المدة يعني معنى ذلك ان فيه تفوق للسنتر بلاتينيام عن النوفا اي ماك طيب بالنسبة للاسعار بتاعتهم الجهازين بيتراوح سعرهم ما بين الالف جنيه مصري الى الالف ومئتين جنيه مصري يعني نفس السعر ولكن الفروقات زي ما أنا قلت لك هتلاقيها في السيرفرات المدعومة على جهاز سيناتور بلاتينيوم أقوى عن السيرفرات المدعومة في النوفا اي ماك وبالتالي يا صاحبي انت لو عندك ريسيفر منهم مش محتاج تحدث للتاني طيب لو انت بقى مش عندك ريسيفر وعايز تجيب واحد منهم اوتوماتيك لو انا اللي هاشتري هروح للريسيفر اللي عليه سيرفرات اكتر ومدد للسيرفرات اكتر وبالتالي هاشتري السيناتور بلاتينيوم الجديد طيب اللي عنده نوفا اي ماك هل محتاج انه يحدث برضو لا مش محتاج انه يحدث بالسيناتور بلاتينيوم والنوفا اي ماك يعتبر جهاز محترم انا بقول انت لو ناوي تشتري واحد منهم جديد اتجه مباشرة للسيناتور بلاتينيوم وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعه النهاردة فياريت بقى يا صاحبه ما تنساش اللايك للفيديو والشير للفيديو وان شاء الله اشوفت الفيديو جديد مع السلامة